الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين شفخام الشخص السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل برنامجنا الرمضاني في إطار مجالس الذكري ومعنا اليوم شيخ الكريم شيخ مرفاضي الشيخ تفير شكرا جزيلا شكرا على مساهمته ومشاركته في هذه اللقاءة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأجعل هذا العمل في ميزاني حسناته donc mes chères et mes chères et soeurs nous poursuivons notre programme ramadanesque dans le cadre des 5 de rappel nous accueillons votre شيخ notre شيخ تفير que vous connaissez tous et nous le remercions beaucoup de ses participations, de ses doros, de ses conférences qu'Allah met toute cette œuvre dans la balance de ses bonnes actions شكرا جزيلا شكرا على تلبية تلك هذه الدعوة وأنت في بيتك الآن في بسجدك لا أريد أن أطلع عليك تفضل مشكرا بارك الله فيك أخي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالله ثقة وسعين وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ثم أقول وبالله التوفيق عفوا في غزوة أحود سمع المسلمون أحدا ينادي ألا إن محمدا قد قتل وهذا الخبر نزل كالصاعقة على المسلمين على الصحابة وهذه الإشاعة كانت من فعل الشيطان نعود بالله منه ليضعف المسلمين وفعلا قد ضعف عدد من المسلمين الذين كانوا في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد لا بأس به وبعضهم آراد الرجوع إلى المدينة وبعضهم فكر حتى في الاتصال بزعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلون في هذه الظروف الصعبة مر صحابي جليل اسمه أنس ابن النظر أنس ابن النظر في ساحة الوغا الساحة لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فاشلين يعني خائفين أيضا مذهولين مذعورين متعجبين مستغربين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل فقالوا ما لكم قالوا ألم تسمع أن محمدا قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل انظروا الرجل الثابت صاحب المبدأ الإنسان الذي قلبه عامر بالإيمان الإنسان المتعلق بالله وحده لا شريك له لا بالأشخاص ماذا قال لهم؟ قال لهم إن كان النبي قد قتل فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه وأحد آخر قال لهم أو لغيرهم إن كان النبي قد قتل فقد بلغ هو قام بالواجب قد قتل لكن أنتم هل بلغتم؟ هل قنتم بواجبكم؟ هل أتمنتم الرسالة التي بدأها نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ أنس بن النظر رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك من فعل هؤلاء شهراء وشهراء السلام عليكم ورحمة الله قل الله أحسس vos prières vos récitations del Qur'an vos adorations vos قيام vos jeunes aussi جدي pendant la bataille de Uhud les compagnons del نبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم ont entendu quelqu'un dire Mohammed a été tué Mohammed a été tué c'est le shaytan en fait qui a propagé ce mensonge pourquoi ? pour affaiblir et pour décourager les musulmans à ce moment-ci il y avait des musulmans qui ont perdu le moral vraiment certains ont cessé de se battre quelques musulmans ont quitté la place de Uhud et ils se dirigent vers Médine ils ont pris le chemin de retour vers Médine quelqu'un d'autre ont pensé de prendre contact avec qui ? avec le chef des hypocrites Abdullah ibn 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 passant auprès de ceux qui sont découragés le compagnon Anas ibn 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 Anas ibn el-Nazr a la certitude avait un coeur plein d'amour il avait une relation forte avec rabbil alamin qui a envoyé Mohammed sallallahu alayhi Tout écoutez ce qu'il a dit il a dit et quelle est votre raison de vivre après lui venez et mourrez comme est mort l'envoyé d'Allah il a dit qu'il a dit أمع صديقي كنسي، وقلت أن أخذ إلى بعض الأمخارات حسنًا، جاءً عنه، وقلت أن يسعني لكم سيدًا، وقلت يتعلمون سميدًا، وقلت أن يجب أن يكون أيها الناسية. بعد أن أخذ أنسي، يتعلمون، يتعلمون سميدًا، وفي الشأن الذين فشلوا في غزوة أحد عند سماع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من سورة آل عمران قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفا إما تأو قتل انقلبتم على أعقابكم وما ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين Juste après la bataille d'Ouhud, رسول صلى الله عليه وسلم a reçu le verset suivant en سورة آل عمران محمد n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talents quiconque retourne sur ses talents ne nuira en rien en Allah et Allah récompensera bientôt les reconnaissants سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات نارف في زماننا هذا وناس من المسلمين يعبدون الله عز وجل متى يريدون وكيف ما يحبون لكن ما يحب الله ولا متى أمر الله سبحانه وتعالى كل واحد وزمان عبادته وكل واحد وله طريقة في العبادة أيضا فهذا يعبد الله سبحانه وتعالى في رمضان فقط وبعد العيد يغير لباس التقوى بلباس المعصية والعياذ بالله يغير لباس الإيمان بلباس الذنوب والكفران بنعم الله وربنا عز وجل يقول لنا في سورة الأعراف ولباس التقوى ذلك خير وآخرون يعبدون الله سبحانه وتعالى متى فاقتاش يعبدوا ربي وقت المحن وقت اللي يمرض وقت اللي يجيب لا عفو الله جميع لما يبتلا لما ديه مصيبة ولي يعبد في ربي ويصلي ويطيل الدعاء أما إذا فرج الله عنه الصحة موجودة الفلوس موجودة ما فمش مشاكل في ذلك الوقت أه يفر من الله بينما القرآن يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين للأسف هناك مسلمون لا يفرون إلى الله بل يفرون من الله حسبنا الله ونعم الوكيل يصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر وإذا مت الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه يعني كي جيه الضر جيه المشكلة والإبتلاء يصبح يدعو ليلة ونهارا ويصلي ليلة ونهارا ثم إذا خوده نعمة منه وقل يارب يفرج عليه سبحانه وتعالى ويذهب عنه الوباء أو البلاء ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل سبحان الله نعمة من المشكلة 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 سبحان الله في الشتاء فقط نعمة من المشكلة إذا حل الصيف وجاءت الحرارة يتجاوزون حدود الله فهم في الشتاء أبرار وفي الصيف فجار أروا العياذ بالله لماذا؟ لأن في الصيف وقت الحفلات وقت الأعراس وقت العطل وقت البحر هناك أناس من يخاف هناك من الناس من يخاف الله عز وجل لكن هناك أناس من لا يفرقون بين الحلال والحرام إذا جاء فصل الحرارة حسبنا الله نعم الوكيل ألا يعلمون أن نار جهنم أشد حر حسبنا الله نعم الوكيل نعمة من الوكيل نعمة من الناس من الأبراس المنزل منتلا بس نباته سنانه وتعالى نباته سنانه وتعالى محاول تغيب الأغاق bigger عندما دافتت ليس فقط إنع الفيحة هول فارسة إليس قليل سيقارة هولا ما retr убийط يضع الله سيقارة Bien sûr Il y a parmi Nos frères et nos soeurs Qui sont bien Stables sur le bon chemin Pendant l'hiver Pendant l'été Comme pendant l'hiver Mais il y a parmi Les musulmans Que Allah подт Rel encounter Tous et toutes Qui dépassent Les limites D'Allah Pendant l'été و هناك adamente لا يعرفون المسجد إلا في المناسبات ليلة القدر مرارة القدر لا نجد مكانا في المسجد المسجد يمتلئ يوم العيد الناس يصلون في الشوارع في الجنازة يأتي كثير وجوه جديدة إلى المسجد وكثير منهم يقفون يدخلون جنازتهم إلى المسجد ويقفون عند باب المسجد يقفون الباب لا يصلون ينتظرون انتهاء الإمام من الصلاة على ميتهم ثم يأخذون ميتهم تذكروا كلمة قالها لنا شيخي وشيخ مدينة القيروان الشيخ الفاضل عبد الرحمن خليف عليه رحمة الله وهو شيخ بيتون وعالم جليل قال لنا يوما في بعض دروسه أول حسرة وأول حزن يطرأ على نفس الميت وقلب الميت ساعة يدخله أهله إلى المسجد ليصلى عليه وأولاده ينتحبون يقفون عند الباب ينتظرون الأجانب والأجانب والأباعد يصلون على أبيهم أو على أمهم ومن بعد يأخذون النعش السريف نحو القبر قال هذه أول حسرة وأول حزن لما يشوف الميت أولاده وقفين في باب المسجد لا يدخلون ليصلوا على أبيهم لأنهم تركوا صلاة والأصل فيه في مصيبة الموت أقلها أنهم يسارعون بالإغتسال والتوبة إلى الله والرجوع إلى الله وأخذ العبرة لأنهم عندما يموتوا لنمايت قريب أو بعيد فذلك نذير نذير للأحيا وتذكير للأحيا سبحان الله العظيم et d'autres ne connaissent le chemin de la mosquée ou le chemin vers le Qibla que pendant les fêtes pendant les occasions islamiques la nuit del Qabr la nuit de la valeur le jour del Eid la nuit de la valeur les gens ne trouvent pas de place à la mosquée le jour del Eid les gens ils font la prière dehors de la salle de la prière ou bien ils viennent pour accompagner le janaza le cercueil d'un mort j'ai dit je me rappelle bien d'un mot de mon chikh Abdurrahman Khlif c'est le premier imam de la mosquée de Oqba ibn Nafa en ville de Kéron en Tunisie qu'Allah lui donne sa miséricorde et Al-Ferdawsel A'la pour lui et pour tous nos morts il nous a dit la première tristesse qui atteint qui touche l'âme du mort et le cœur du mort c'est quand les gens étrangers avancent pour prier sur lui tandis que les enfants du mort restent debout à la porte de la mosquée en attendant la fin de la prière pourquoi ils ne rentrent pas pour prier sur leur père sur leur mort parce que ils ne font pas la prière ils n'ont pas une relation avec le ciel normalement normalement pendant la mort si quelqu'un meurt de nos proches de loin ou de près c'est un grand avérissement pour nous pour les vivants c'est un grand rappel pour nous normalement les enfants de ce mort ils ils vont rapidement pour faire leurs ablitions majeures et ouvrir une nouvelle page avec Allah subhanahu subhanahu ça l'ail l'Am l'A l'Inf il l'A l'Am l'A l'Am 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 يا ضعيف لا تعرف لماذا خلقك الله خلقك ربي لرسالة لمهمة لوظيفة لم يخلقك لتأكل وتشرب وتلبس وتسافر وتلعب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اسأل نفسك علاش ربي خلقك لماذا ربي جابني له الدنيا هذه وابحث عن الجواب الجواب تجده في كلام الله العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هؤلاء ألا يعلمون أن عبادة الله فرض ما يشمزيا فرض في كل وقت في كل حين نحن في يوم العيد نصلي حتى في الحرب نصلي في المرض نصلي الذي لا يصلي الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا الذي لا يستطيع أن يصلي جالسا يصلي وهو راقد وهو على جنبه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم حتى أصلي بالعينين بالعين المهم لا تنم وأنت لم تصلي العشاء رد بالك انتبه لا يمرن عليك يوم وأنت لم تصلي وإذا مر عليك يوم وصليت الصبح لا قدر الله بعد الشروح تبقى كامل يوم خائف أناد متحسر أن يأتيك الموت في ذلك اليوم وأنت في يوم قد صليت فيه الصبح بعد الشروح أعوذ بالله حسبنا الله ونعم الوكيل فما بارك بإنسان لا يصلي نهائيا أعوذ بالله هناك أناس الآن هم ربما يبرمجون وينوون يعملوا في بغتغام من تورا لما بعد العين وينوون البعد عن بيت الله البعد عن طريق الله يريدون أن يعطوا للقبلة بأظهورهم حسبنا الله ونعم الوكيل يريدون أن يتوقفوا وينوون أن يتوقفوا عن أداء الصلاة ألا يعلمون أن الموت يأتي بغتها ألا يعلمون أن ملك الموت إذا جاء لا يستأذن من أحد منه أبدا يطلب الإذن من رب العالمين من رب العالمين يا إخواني يا أخواتي يا من لا تصلي يا أيها الإنسان الذي لا تعرف القبلة أفق واستيقظ منذ سنين قريبة جاء جاء زلزال تسونمي أخذ الآلاف وهذه الأيام الله يحفظنا ويحفظكم جاء فيروس فيروس لا يرى بالعين المجردة غير حياة الناس وأخذ عشرات وعشرات وعشرات الآلاف من الناس أليس هذا دليل على قول الله تعالى وَمَا يَعْلَمُوا جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا إِلَّا إِلَّاهُ هَلِي مِنْ جُنُودِ اللَّهِ سُبْحَنَا وَتَعَالَا هذا نذير سُبْحَنَا وَسُبْحَنَا وَتَعَالَا سُبْحَنَا وَآَسْا وَبَارًا وَبْحَنَا وَنَا وَنَمَا وَ Deus o where studied وقلوا قلوبهم كحلة وقلوبهم سودة قلوا يا سيدي أنت صلي وعلم هؤلاء الصفاء والنقار وأعطيهم قليلا من حليبك تصدق عليهم من حليبك قليلا أنصح تعليه يا أخي لا تبرر بعدك عن الله بأي شيء النية الطيبة لا تنفع صاحبها إلا مع العمل الصالح المشروعة اسمع رب يشقلك في القرآن وما تكذبش على روحك الله يصلح لك سمحني في هذه الكلمة أنا أكلم فيك بالدرجة الآن خرجت من الفضحة ما تموهش على نفسك ما تخدعش نفسك ما تكذبش على روحك أنت أدر بنفسك الإنسان الذي ليت له علاقة مع رب العالمين راهم ما تنفعوش لا صفاء قلب ولا صدقنية ولا قلب حليب ولا قلب البني لأن رب العالمين ماذا قال في القرآن وأن ليس للإنسان إلا ما ساعة ولم يقل إلا ما نواه والسعي مطلوب فيه السعي المشهور مطلوب فيه النية الصالحة أما تبتعد عن الطريق وتقول نيسي طيبة أو تأتي ببدعة في عبادتك وتقول النية الطيبة أو تحدث أمرا في دين الله وتقول النية الطيبة فهذا لا ينفع اسمع ما قاله رب عز وجل في سورة الكهف قل هل ننبئكم حبش أن أخبركم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ولم يقل بالخسرين بالأخسرين سيغط مبالغة أكثر الناس خسرانا حسبنا الله نعملكين منهم يا رب قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يعني هم ضائعون بعيدون عن الله ومع ذلك ماذا يقولون وهم يحسبون أنهم يحسنون الصناعة وماشي في بالهم اللي هم يعملوا في الخير وقلوبهم طيبة هذا لا يعقل أيها الإخوة وأيتها الأخوات أم تبيه وافيقوا بارك الله فيكم وأم تبيه وإذن أعطيutهم أم تبيه أحب أن يمرون وقالوا في نهاية الدنيا أو أبدا لستوى أنهم، أو أم تبيه ومن عندهم عن الآن et quand on leur pose la question pourquoi on ne te voit plus à la mosquée pourquoi tu تنتظر على مكتب يقولون منهم لا يمكن تفكر الحمد لله الله يمكن الله القشري من الجمع من الجمع إليه دور l'essentiel, le cœur le cœur est blanc le cœur est pur le cœur est comme du miel pur il y a des gens qui font la prière mais qui n'ont pas un cœur comme moi d'accord mais fais ta prière mon frère, ma sœur et viens, enseigne tes frères et tes sœurs, les autres qui n'ont pas un bon cœur enseignez-leur la sincérité et la certitude nous voudrons apprendre tous les jours nous apprenons الحمد لله رب العالمين mais attention mon frère attention ma soeur il ne faut pas que l'homme mentir sur soi si on peut dire ça en français c'est une traduction de l'arabe en français écoutez bien le verset coranique en surat le coran énonce voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants il n'a pas dit les perdants il a dit les plus grands perdants les plus grands perdants en quoi ? en œuvre ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré ils sont loin d'Allah ils sont loin du bon chemin alors voilà leur faute alors qu'ils s'imaginent faire le bien ils rêvent les pauvres ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala il n'est pas il n'est pas pour ne pas perdre pour ne pas perdre les hassanat la récompense de ramadan et pour les garder c'est un trésor vraiment c'est un trésor ce qu'on a gagné pendant le ramadan il faut continuer et rester stable sur le bon chemin après le ramadan il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il veut comme on veut selon القرآن selon le sunnat عبد الله ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala عنه il a abandonné cette pratique subhanallah la prière de taraweeh et de l'Qiyam et de tahajad ce n'est pas un acte obligatoire c'est un acte surrogatoire c'est un acte aimé mais malgré cela le rassoul sallallahu a conseillé à son compagnon Abdullah ibn Amr de ne pas être comme un tel qui a comme habitude il fait la prière de tahajad et après une période il a arrêté cette prière alors si le nabi a dit cela sur quelqu'un qui a quitté qui a arrêté la prière de la veille de nuit de la prière après le ramadan alors comment imaginer la parole de la nabi sur quelqu'un qui a arrêté sa prière obligatoire la prière أول شيء تحاسب عليه الصلاة من بعد بكل أسهل إذا الصلاة كاملة وفي وقتها وبشروطها كما يحب الله فهنيئا لك يسعدك يهناك طوب لك هنيئا لك وينادي منادن في السماء يوم القيامة لقد نجح لقد أفلح لقد ربح قد أفلح المؤمنون أما إذا مرقاوش الصلاة كاملة وإلا ما فاماش صلاة ضربة واحدة خابة وخسر حسبون الله ونعم الوكي حسبون الله ونعم الوكي on sera interrogé sur la prière le jour de la résurrection en premier en premier sur la prière si nos prières sont complètes sont entières الحمد لله un ange et il n'y a pas de la prière un ange et il n'y a pas de la prière أبون طولة بخيخ بوفوي سيدنا يعقوب عليه السلام كي جامش يموت وأولاده ديرين بيه ما قال لهمش ردوا بالكم على الفليسات وردوا بالكم على داركم وردوا بالكم على عمتكم ولا خالتكم ما قال لهمش الأرض الفلانية عملوا بيها هكا وقت موكي من هكا ما قال لهم ووصى بيها أم كنتم شهداء أيض حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعد يولدتي هنيوني بعد من موت من ستعبدونه قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم اتهمنا وطماني يا أبانا لا نعبد إلا الله ربك ورب إبراهيم ورب إسماعيل ورب إسعاء ورب العالمين اشتركوا على Mauro انبعوا وجهش أحسن قلير أنا ان نخفض grateful أنس حرين و kos Google و RS قلون إنه لا تس aud shop إنه لا تتتعرف مكactions نحن ن></ ل熊 سيدنا يعقوب إرتاح وثمان إذا يا ولدي الغالي لأننا عرفك ولا تعرفني انت ركت الصلاح مشني بوك ومشني أمك إذا أنت تبطل صلاتك ولا تبعد على صلاتك وراني مشني مش نتهنى في قبري بعد مماتي إذا أنت تفكر نهارك ونك تبعد على تلكتابة يقف تًا نجأني أنت تحروم منرائة ، سأغني ت معلأ مamazيك ق plast على قبل الله تعالى سأع Sungky ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر